بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عامليني يا رب تكونوا بخير معكم مستر ابراهيم السيد ان شاء الله هنكمل مع بعض مراجعتنا النهائية لسنة تانية اعداد الترمي التاني علوم وكلنا وصلنا مع بعض يا سنة تانية عند الوحدة التانية هنبدأ بأول درس فيها اللي هو بعنوان خصائص الموجات الصوتية يلا بينا كده نبدأ بالتعرفات أول حاجة الصوت هو مؤثر خارجي يؤثر على الأذن فيسبب الإحساس بالسام النغمات الموسيقية هي أصوات ذات تردد منتظم ترتاح الأذن لسماعها الضوضاء هي أصوات ذات تردد غير منتظم لا ترتاح الأذن لسماعها درجة الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات الحدى والغليزة شدة الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين الأصوات القوية والضعيفة قانون التربع العكسي في الصوت تتناسب شدة الصوت عند نقطة ما تناسبا عكسيا مع مربع بعد هذه النقطة عن مصدر الصوت نوع الصوت الخاصية التي يتميز بها الأزم بين الأصوات من حيث طبيعة مصدرها حتى ولو كانت متساوية في الدرجة والشدة النغمة التوافقية هي النغمة المصاحبة للنغمة الأساسية وتكون أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة النغمة المركبة هي نغمة أساسية مصحوبة بنغمة توفقية الموجات دون السمعية هي موجات صوتية يقل ترددها عن 20 هرتز الموجات السمعية هي موجات صوتية تترددها من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز ألي 20 ألف هرتز الموجات فوق السمعية هي موجات صوتية يزيد ترددها على 20 كيلو هرتز عندي بعد كده عالي إلى ما يأتي لا ينتقل الصوت في الفراغ هنقولي لأن الصوت موجات ميكانيكية يلزم لانتشاره وجود وسط مدى يعني هذا عدم صوت طنين النحل عند توقفه عن الطيران هنقول لأن الصوت ينشأ عن اهتزاز الأجسام المحدثة له اللي هي أجنعة النحل وإن عدم عنده توقف عن الاهتزاز لواء الطيران يمكن سماع الصوت من جميع الاتجاهات المحيطة بمصدره هنقول لأن موجات الصوت تنتشر على شكل قراط من التضغطات والتخلخلات مركزها مصدر الصوت اختلاف النجمات الموسيقية عن الضوضاء من حيث التردد لأن النجمات الموسيقية لها تردد منتظم بينما الضوضاء له تردد غير منتظم يضع عمال المطابع سدادات الأذن أثناء العمل هنقول لحماية الأذن من الأثار السلبية للضوضاء صوت شكر أن هنا ترددها 512 هرتز أكثر حدة من صوت شكر أن هنا ترددها 256 هرتز لأن درجة الصوت تتناسب ترديا مع التردد صوت المرأة أكثر حدة من صوت الرجل لأن تردد صوت المرأة أكبر من تردد صوت الرجل تزداد شدة الصوت إلى أربع أضعاف قيمتها عند نقص المسافة بين مصدر الصوت والأذن للنصف هنقول لأن شدة الصوت تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مصدر الصوت والأذن تضعف شدة الصوت للربع عندما تقل ساعة الاحتزاز للنصف لأن شدة الصوت تتناسب ترضيا مع مربع ساعة الاحتزاز شدة الصوت منبه في ناقوص به غاز ثاني اكسيد الكربون أكبر من شدته في ناقوص به هواء هنقول لأن شدة الصوت تتناسب ترضيا مع كسافة الوسط وكسافة غاز ثاني اكسيد الكربون أكبر من كسافة الهواء يفضل الجلوس في الصفوف الأمامية على الصفوف الخلفية في قاعة المحاضرات لأن شدة الصوت تقل كل ما ابتعدنا عن مصدر الصوت طبعا لقانون التربية العكسي في الصوت تسبت أوطار العود الموسيقى على صندوق خشبي أجوف لزيادة مساحة سطح الجسم المهتز وشدة الصوت تتناسب طرديا مع مساحة سطح الجسم المهتز رقم 13 اختلاف صوت البيانو عن صوت الكمان حتى لو تساوية في الشدة والدرجة هنقول له الاختلاف النغمات التوفقية المصاحبة للنغمة الأساسية الصادرة من كل من هما لاختلاف طبيعة مصدر الصوت رقم 14 لا يستطيع الإنسان تمييز كل الأصوات التي يصدرها الخفاشة والدلفين لأنه يصدر موجات فوق سمعية يزيد ترددها على 20 كيلو هرتز لا تستطيع إذن الإنسان سمعها تستخدم الموجات فوق السمعية في تعقيم المواد الغذائية لأن لها قدرة فائقة في القضاء على بعض أنواع من البكتيريا ووقف نشاط بعض الفيروسات تستخدم الموجات فوق السمعية في المجال الحربي هنقول للكشف عن الألغام الأرضي طيب عندي بعد كده أهم المقارنات عندك النغمة الموسيقية والضوضاء النغمة الموسيقية هي أصوات ذات تردد منتظم ترتاح الأزل اللي سمعها مثل الكمان والجيتار والعود أما الضوضاء أصوات ذات تردد غير منتظم لا ترتاح الأزل اللي سمعها مثل الشاكوش والحفار والدراجة النارية والبخاري عندي بعد كده الموجات فوق السمعية والموجات السمعية والموجات دون السمعية الموجات فوق السمعية هي موجات صوتية زي ترددها على 20 كيلو هرتز مثل أصوات الصادرة عن الصنار والخفاش والدلفين الموجات السمعية هي موجات صوتية يتروح ترددها من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز ودي زي الأصوات التي يستطيع الإنسان تميزه وعندي الموجات دون السمعية ودي موجات صوتية يقل ترددها عن 20 هرتز ودي زي الأصوات المصاحبة لهبوب الأمطار والعواصف عندي بعد كده النجمة التوافقية والنجمة الأساسية من حيث الدرجة والشدة النجمة التوافقية بتبقى من حيث الدرجة هي أعلى في الدرجة وأقل في الشدة أما النجمة الأساسية بتكون أقل درجة وأعلى شدة عندي بعد كدة الصوت الحد والصوت الغليز الصوت الحد عالي الدرجه مرتفع التردد الصوت المرأة و العصفور ده مصال ع الصوت الحد اما الصوت الغليز ببقى منخفض الدرجه منخفض التردد بيبقى زي صوت الاسد وصوت الرجل عندي بعد كدة يقول لك ماذا هي نحن سأؤمن نتاج المترتبة على نقص طول الجزء المهتز من وطر العود هنقول له يزداد تردد الصوت الناشئ عنه وتزداد حدة الصوت زيادة تردد نجمة صوتية بالنسبة لدرجة الصوت تزداد حدة الصوت ودرجته زيادة طول الأعمدة الهوائية المهتزة يقل تردد الصوت الناشئ عنها وتقل حدة الصوت زيادة سرعة دوران الترس الملامس لصفيحة مارنة في عجلة صفار هنقوله يزداد تردد الصوت الصادر منها زيادة المسافة بين مصدر الصوت والأذن للضعف بالنسبة لشدة الصوت تقل شدة الصوت إلى الرابع نقص المسافة بين مصدر الصوت والأذن للنصف بالنسبة لشدة الصوت تزداد شدة الصوت إلى أربع أمثالها نقص ساعة الهتزاز لمصدر صوتي للنصف تقل شدة الصوت إلى الرابع زيادة كسافة الوسط بالنسبة لشدة الصوت تزداد شدة الصوت المسموع ملامسة شوكا رنانة مهتزة لصندوق رنان تزداد شدة الصوت المسموع تصلية الموجات فوق الصوتية على حصوات الكيلة والحالب تتفتت الحصوات عندي بعد كده الأهمية والاستخدام سدادات الأذن أهميتها نقول لحماية الأذن من الأثار السلبية للضوضاء عجلة صفار أهميتها تعيين تردد أو درجة نغمة مجهولة عجلة صفار تعيين تردد أو درجة نغمة مجهولة صندوق الرنان زيادة مساحة السطح المهتز وبالتالي زيادة شدة الصوت المسموع الموجات فوق السمعية بنستخدمها في مجال الطب في تفتيت حصوات الكولة والحالة بدون الجراحة الكشف عن جنس الجنين وحالته الصحية قبل الولادة الكشف عن الأورام السرطانية تشخيص تضخم غدة البروستاتة عند الرجال ومدى تأثيرها على المسانم باستخدمها كمان في مجال الصناعة في تعقيم المواد الغذائية والماء واللبن باستخدمها كمان في المجال الحربي في الكشف عن الألغام الأرضي عندي بعد كده بناخد قوانين التردد التردد بيسوي قانون بتاع عجلة صفار تسوي ده الفنون على زين اللي هو عدد الدورات في عدد أسنان الترس على الزمن بالسوان طيب تعالوا كده ناخد مسائل على عجلة صفار يقول لك السلقة اللي تردد مصادرها عن عجلة صفار تدار بسرعة 420 دورة في الدقيقة علما بأن عدد أسنان الترس 40 سن طبعا التردد بيسوي دال في نون على زين لازم تبقى انت تعرف الرموز دي دال يعني عدد دورات نون يعني عدد أسنان الترس زين الزمن يبقى 420 في 40 على 60 لو بيسوي 280 هرتز طيب عندي بعد كده يجي يقول لك قديرة عجلة صفار عندي بعد كده يجي يقول لك قديرة عجلة صفار بمعدل 300 دورة في الدقيقة وعند ملامسة أسنان أحد الترس لصفيحة مرنة صدر صوت تردده 600 هرتز فمعدد أسنان الترس طبعا هنا التردد برضو بيسوي دال في نون على زين يبقى أنا عايز نون يبقى نون بتسوي تهفزين على دال اللي 600 في 60 على 300 اللي هو يديك 120 سن عندي بعد كده العوامل التي تتوقف عليها شدة الصوت عندك رقم واحد المسافة بين مصدر الصوت والأذن رقم اثنين كسافة الوسط الذي ينتقل فيه الصوت رقم ثلاثة سعة اهتزاز مصدر الصوت رقم اربعة اتجاه الرياح رقم خمسة مسحة السطح المهتز طيب عندي بعد كده أنواع الموجات الصوتية في عندك موجات دون سمعية ودي ترددها أقل من 20 هرتز في موجات سمعية ودي ترددها بين 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز وفي موجات فوق سمعية ودي ترددها أعلى من 20 كيلو هرتز طيب عندي كده الدرس الثاني الطبيعة الموجات للضوء عندك الضوء المرئي هو موجات كهرومغناطسية تتراحة طولها الموجات بين 380 إلى 700 نانومتر سرعة الضوء والمسافة التي يقطعها الضوء في الثانية الوحدة الفطونات هي كماية الطاقة المكونة لموجة الضوء سابت بلانك هي النسبة بين طاقة الفطون وتردده الوسط الشفاف هو وسط يسمح بنفاذ الضوء خلاله فترة الأجسام الموجودة خلفه بوضوح الوسط شبه الشفاف هو وسط يسمح بنفاذ جزء من الضوء خلاله ويمتص الجزء الآخر فترة الأجسام الموجودة خلفه غير واضحة الوسط المعتم هو وسط لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله ولا يمكن رؤية الأجسام الموجودة خلفهم شدة الاستضاءة هي كمية الضوء الساقطة عموديا على وحدة المساحات من السطح في الثانية الواحدة قانون التربع العكسي في الضوء تتناسب شدة استضاءات سطح الماء تناسبا عكسيا مع مربع المسافة بين السطح ومصدر الضوء عندي بعد كده أهم أسئلة علل يجيلك علل يصل ضوء الشمس إليه نرغم الفراغ والمسافة الشاسعة هنقوله لأن ضوء الشمس من الموجات الكهرموناطسية التي تنتشر في الفراغ بسرعة 13 و 18 متر عالثاني ضوء الشمس ضوءا مركبا لأنه يتكون من 7 ألوان تسمى ألوان الطيف طاقة فتون الضوء الأحمر أقل من طاقة فتون الضوء البرتقالي هنقوله لأن تردد فتون الضوء الأحمر أقل من تردد فتون الضوء البرتقالي وطاقة الفتون تتناسب ترضيا مع تردده عدم رؤية الشوائب التي توجد في العسل الأسود لأن العسل وسط معتم لا يسمح بنفاذ الضوء من خلاله لا يرى في تيل المصباح واضحا إذا كان انتفاخه مصنوعا من الزجاج المصنفر لأن الزجاج المصنفر وسط شبه شفاف يسمح بنفاذ جزء من الضوء ويمتصل جزء الآخر عدم رؤية الأسماك بالقرب من قع نهر النيل مع أن الماء وسط شفاف هنقوله لأنه كلما زاد سمك الوسط الشفاف قل نفاذ الضوء خلاله تقل شدة استضاءة سطح الماء عندما تزداد المسافة بينه وبين مصدر الضوء هنقوله لأن شدة الاستضاءة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين السطح ومصدر الضوء طيب عندي بعد كده أهم أسئلك قراني يقول لكم الدول الأحمر والدول بنفسجي الدول الأحمر هو الأقرب للرأس المنشور أما الدول بنفسجي الأقرب لقاعدة المنشور الدول الأحمر أكبر الألوان طولا موجيا أما الدول بنفسجي أقل الألوان طولا موجيا الضوء الأحمر أقلهم تردداً الضوء البنفسيج أكبرهم تردداً الضوء الأحمر أقلهم انحرافاً الضوء البنفسيج أكبرهم انحرافاً الضوء الأحمر أقلهم طاقة الضوء البنفسيج أكبرهم طاقة عندي بعد كده الوسط الشفاف والوسط شبه الشفاف والمعتم الوسط الشفاف وسط يسمح بنفاذ الضوء خلاله نرى الأجسام خلفه بوضوح مثل الزجاج والماء الوسط شبه الشفاف وسط يسمح بنفاذ جزء من الضوء ويمتص الجزء الآخر ترى الأجسام خلفه غير واضحة مثل الزجاج المصنفر والمنديل الورق الوسط المعتم هو وسط لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله لأن نرى الأجسام خلفه مثل الجلد ورق الشجر والعسل الأسوأ ماذا يحدث أو من نتاج المترتبة على سقوط ضوء أبيض على أحد أوجه المنشور السلاسي الزجاجي هنقوله يتحلل الضوء الأبيض إلى سبعة ألوان تسمى ألوان الطف المرئي زيادة سمك الوسط الشفاف بالنسبة لنفاذ الضوء خلاله يقل نفاذ الضوء خلاله زيادة قوة إضاءة مصدر ضوء بالنسبة لشدة الاستضاءة على سطح الماء تزداد شدة الاستضاءة على السطح زيادة المسافة بين المصدر الضوء وسط حمال الضعف تقل شدة الاستضاءة للرابع نقص المسافة بين المصدر الضوء وسط حمال النصف هنقوله تزداد شدة الاستضاءة إلى أربعة أمثالها عندي بعد كده يقول لك أسكر أهمية كل من أو وظيفة كل من الضوء هنقول له يستخدم في الديكورات المنزلية مثل مصابح الزينة والأبجورات المنشور السلاسي الزجاجي تحليل الضوء الأبيض إلى سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف عندي بعد كده بناخد القوانين سرعة الضوء عين بتساوي المسافة التي يقطع الضوء فيها على زين يبقى عين بتساوي فيها على زين طاقة الفتون بتساوي مقدار سابت اللي هو سابت بلنك في تردد الفتون بنتنيل على الدرس التالي تنعكس وانكسر الضوء عندك انعكاس الضوء هو ارتداد موجات الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطحا عاكسا الشوعة الضوء الساقط هو خط مستقيم يمثل اتجاه انتشار الأشعة الضوئية الساقطة باتجاه السطح العاكس ويلامسه عند نقطة السقوط الشوعة الضوء المنعكس هو خط مستقيم يمثل اتجاه انتشار الأشعة الضوئية المرتدة بعيدا عن السطح العاكس ويلامسه عند نقطة السقوط زاوية السكوت هي الزاوية المحصورة بين الشوعة الضوء الساقط والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس زاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشوعة الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس القانون الاول لانعكاس الضوء زاوية السكوت تساوي زاوية الانعكاس القانون الثاني لانعكاس الضوء الشوعة الضوء الساقط والشوعة الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العكس تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس الانعكاس المنتظم ارتداد الأشعة الضوئية في اتجاه واحد عنده سقوطة على سطح المسكول الانعكاس غير المنتظم هو ارتداد الأشعة الضوئية في اتجاهات مختلفة عنده سقوطة على سطح خشن انكسار الضوء هو تغير مصار الضوء عند انتقاله مائلا من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر مختلف عنه في الكسافة الضوئية الكسافة الضوئية للوسط هي قدرة الوسط الشفاف على كسر الأشعة الضوئية زاوية الانكسار هي الزاوية المحصورة بين الشاعة الضوء المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل زاوية الخروج هي الزاوية المحصورة بين الشاعة الضوء الخارج والعمود المقام من نقطة الخروج على السطح الفاصل معامل الانكسار المطلق للوسط لورم زنون هو النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعاته في هذا الوسط الشفاف زهرة السراب هي ظاهرة طبيعية تحدث في الطرق الصحراوية وقت الظاهرة وخاصة في فصل الصيف حيث تظهر للأجسام صورة مكلوبة كأنها على مسطح خالي من المياه ما معنى قولنا أن زاوية السقوط شعى ضوء 30 درجة أي أن الزاوية المحصورة بين الشعى الضوء الساقط والعمود المكوم من نقطة السقوط على سطح العاكس تساوي 30 درجة زاوية انعكاس شعى ضوء 49 درجة هعرف زاوية الانعكاس برضو أي أن الزاوية المحصورة بين الشاعة الضوء المنعكس والعمود المكمن نقطة تسقط على سطح العاكس تساوي 40 درجة الزاوية المحصورة بين الشاعة الضوء الساقط والسطح العاكس أو الشاعة الضوء المنعكس تساوي 120 نقول له أي أن زاوية السقوط تساوي زاوية انعكاس تساوي 120 على 62 درجة زاوية السقوط شاعة ضوء على سطح عاكس تساوي 0 أي أن الشاعة الضوء يسقط عموديا على سطح العاكس وهرتد على نفسه زاوية انكسار شعع ضوء 20 درجة أي أن الزاوية المحصورة بين الشعع الضوء المنكسر والعمود المكام من نقطة السكوت على السطح الفاصل وتساوي 20 درجة زاوية خروج شعع ضوء 40 درجة أي أن الزاوية المحصورة بين الشعع الضوء الخارج والعمود المكام من نقطة الخروج على السطح الفاصل وتساوي 40 درجة معامل الانكسار المطلق للزجاج 1.5 أي أن النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الزجاج تساوي 1.5 النسبة بين سرعة الضوء في الهواء وسرعته في الماء 31 من مية أي أن معامل الانكسار المطلق للماء بيساوي 31 من مية علل لمياتي تكون ظل للأجسام المعتمة لأن الضوء يسير في خطوط مستقيمة ولا ينفس خلال الأجسام المعتمة الشعاع الضوء الساقط عموديا على سطح العاكس يرتد على نفسه لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية للعاكس بتساوي صفر ينكسر الشعاع الضوء عند سقوطه مائلا من الهواء للزجاج لاختلاف سرعة الضوء في الهواء عنه في الزجاج تختلف الكسافة الضوءية من وسط لآخر لاختلاف سرعة الضوء في كل وسط معامل الانكسار المطلق لأي وسط شفاف أكبر من الواحد الصحيح هنقوله لأن سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعتي في أي وسط شفاف آخر زاوية السقوط لا تساوي زاوية الانكسار دائما لأن الشعاع الضوء المنكسر يتغير مصاره مكتربا أو مبتعدا عن العمود المقام وبالتالي تكون زاوية الانكسار لا تساوي زاوية السقوط رؤية السمكة في الماء أعلى من الموضوع الحقيقي لأن الأشعة الضوءية الصادرة عن السمكة تنكسر مبتعدا عن العمود المقام فطرع العين صورة السمكة على امتدادات الأشعة المنكسر رؤية القلم المغمور جزء منه في كوب بي ماء كأنه مكسور لأن الأشعة الضوءية الصادرة عن الجزء المغمور في الماء تنكسر مبتعدا عن العمود المقام فطرع العين امتدادات الأشعة الضوئية المنكسرة المكونة لصورة الجسم حدوث ظهرة الصراف في المناطق الصحراوية وقت الظهيرة نتيجة حدوث انعكاس وانكسر للضوء في طبقات الهواء المختلفة في درجة الحرارة عندي بعد كده الانعكاس المنتظم والغير منتظم الانعكاس المنتظم هو ارتداد الأشعة الضوئية في اتجاه واحد عند سقوطها على الأسطح المسكولة يحدث على الأسطح المسكولة الانعكاس غير المنتظم ارتداد الأشعة الضوئية في اتجاهات مختلفة عند سقوطها على الأسطح الخشنة يحدث على الأسطح الخشنة انعكاس الضوء وانكسار الضوء انعكاس الضوء هو ارتداد موجات الضوء إلى نفس الوسط عندما تقابل سطحا عكسا وزاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس أما انكسار الضوء هو تغير مسار الضوء عند انتقاله بين وسطين شفافين مختلفين في الكسافة الضوئية زاوية السقوط لا تساوي زاوية الانكسار عندي بعد كده ماذا يحدث او منه تاج مترتبة على سقوط شوعة ضوئية عمودي على سطح مرآة مستوية ارتد على نفسه سقوط اشعة ضوئية متوازية على اسطح او على سطح مسكول تنعكس بشكل منتظم في اتجاه واحد سقوط اشعة ضوئية متوازية على سطح خشن تنعكس بشكل غير منتظم في اتجاهات مختلفة تغير سرعة الضوء عند انتقاله من وسط شفاف الى اخر يحدث انكسار للضوء اذا تساوت سرعة الضوء في الاوساط الشفافة لا تحدث ظهرات انكسار الضوء انتقال الضوء من وسط شفاف اكبر كسافة ضوئية الى وسط شفاف اقل كسافة ضوئية ينكسر مبتعدا عن العمود المقام وتكون زوية السقوط اقل من زوية الانكسار انتقال شعاع ضوء من الهواء الى الماء ينكسر مكتربة من العمود المقام وتكون زوية السقوط اكبر من زوية الانكسار سقوط شعاع ضوئي عمودي على السطح الفاصل بين وسطين الشفافين ينفذ دون أن يعاني أي انكسار حدوث انكسار وانعكاس للضوء في طبقات الهواء في الصحراء في وقت الظاهرة تحدث ظاهرة الصراب النظر من أحد الجوانب إلى عملة معدنية مغمورة في الماء نرى العملة في موضع ظاهري أعلى قليلا من الموضع الحقيقي عندي بعد كده مصار الأشعة الضوئية الساقطة على السطح العكس أو السطح الفاصل بص معايا كده الحالة الأولى سقوط شعاع ضوئي عمودي على سطح العكس بالشكل ده كده في الحالة دي هيرتد على نفسه وتكون زاوية السقوط بتساوي زاوية العكس بتساوي صفر يبقى هيرتد على نفسه سقوط شعاع ضوئي على سطح العكس بزاوية 45 لو الشعاع سقط هنا بزاوية 45 هينعكس بزاوية 45 عندك كمان انتقال الشعاع ضوئي مائل من وسط أقل كسافة زي الهواء إلى وسط أكبر كسافة زي الزجاج يبقى لو الشعاع سكت من وسط اقل كسافة الوسط اكبر كسافة ينكسر مكترب من العمود المقام وتكون زاوية السقوط اكبر من زاوية الانكسار لو انتقل الشعاع مائل من وسط اكبر كسافة كالزجاج الى وسط اقل كسافة كالهواب يبقى من اكبر الى اقل ينكسر مبتعد عن العمود المقام وتكون زاوية السقوط اقل من زاوية الانكسار لو سكت الشعاع الضوئي مائلا على متوازن مستطيلات من الخارج لو الشعاة سقط كده من الخارج هنقول له ينكسر في الزجاج ثم يخرج في الهواء مرة اخرى عندك باية يبقى ينكسر الشعاة ظوءية وتكون زاوية السكوت لو تقومون زاوبة الانكسار زاوية السكوت تقومون زاوية الخروج الشعاة الضوء الساقط يوازف الشعاة الضوءية الخارج عندك كمان سكوت شعاة ضوئية عمودي على السطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين في الكسافة الضوئية ينفذ الشعاة الضوئية على استقامته دون ان يعاني اي انكسار وتكون زاوية السقوط بتسوي سفر وفي الحالة ده ينفذ على استقامته دون أن يعني انكسر تدي في حالة إنه سقط على سطح فاصل أما لو سقط عمود على سطح عكس يرتد على نفسه خلي بالك من الاثنين دول ما تلغبطش فيه عندي بعد كده القوانين قانون للانعكاس في الضوء القانون الأول زاوية السقوط بتسوي زاوية الانعكاس القانون الثاني الشعع الضوء الساقط والشعع الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح العكس معامل الانكسر المطلق للوسط اللي هو نون بيسوي سرعة الضوء في الهواء على سرعة الضوء في الوسط قانون نحل مسائل بينك من الشكل المقابل احسب زاوية السقوط وزاوية العكس طبعا هنا الشعع سقط عمودي على السطح العكس في الحالة ده يرتد على نفسه وتكون زاوية السقوط بتسوي زاوية العكس بتسوي صفر عندي بعد كده في الشكل المقابل احسب زاوية السقوط وزاوية العكس هنا مدين الزاوية المحصورة بين الشوعة الساقط والشوعة المنعكس كلها ب120 قاس ب120 على 2 اللي هو يتسوي 60 درج عندك بعد كده احسب معامل الانقصار المطلق للكحول الإيسيلي علما بقى أن سرعة الضغط فيه 2.2 من 10 في 10.8 متر على الثانية هنقول له معامل الانقصار المطلق للكحول الإيسيلي نوم بتسوي سرعة الضغط في الهواء على سرعة الضغط في الكحول ليه 3 في 10.8 على 2.2 من 10 في 10.8 اللي هو يديك 1.36 عندي بعد كده يقول لك احسب سرعة الضغط في الزجاج إذا كانت سرعته في الهواء 3 في 10.8 متر على الثانية ومعامل الانقصار المطلق للزجاج واحد ونص يبقى أنه سرعة الضغط في الزجاج بتسوي سرعة الضغط في الهواء على معامل الانقصار المطلق للزجاج سرعة الضغط في الهواء هي 3 في 10.8 وهنا سرعة المعامل الانقصار مدولي بواحد ونص بالقل الحزب خلصه ما يطلع لك 2 في 10.8 متر على الثانية عندي بعد كده ده الصورة دي لما يجبها لك ده صورة انعكاس منتظم للضوء ده كده ده بيحنس على الأسطح الملساء أما هنا انعكاس غير منتظم بيحنس على الأسطح الخشنة خلاص كده ده كده رؤية الأكسام المغمورة في الماء في غير موضع الحقيقي ده الموضع الحقيقي وده الموضع الظاهري خلاص اه العين بترى امتدادات الأشياء زي ما احنا شايفين اهو خلاص يبقى ده كده اسمه البعد الظاهري واللي تلحد تحت كده اسمه البعد الحقيقي خلاص خلاص طيب كده بنكون خلصنا الوحدة التانية استنونا في مراجعة الوحدة التالتة بإذن الله ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو ولو لسه مشتركوا تشوفوا القناة اشتركوا فعلوا زر الجرس عشان لن مرفع الفيديو الجاي ان شاء الله يوصلكوا بإشعار كان معكم مستر ابراهيم السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته